نشر مجلس النواب العراقي جدول أعمال جلسة يوم غدين الخميس وخصصها لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا لمحمد الحلبوسي المتهية وعضوياته منذ نحو عام كانت ست قيوان سنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قد حددت مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لا ثالث لهما بعد تعثر استمر لأحد عشر شهرا الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها وأن تتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حاضي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر